في مجموعة من ال general considerations او مجموعة من القواعد الاساسية لازم ناخدها في اعتبارنا و احنا بنفكر في موضوع الليبولينج يعني بداياتا كل اجزاء الميديكال ديفايز بتاعتنا نحنا نتكلم عليها لو ما هياش intuitively obvious يعني مش معروف بالزبط هي ايه على طول كده ما هياش سهلا راح يتعرف عليها او لها usable functions يعني ممكن استعملها في حاجات اساسية من اللي بستعمل فيها الجهاز او يعني بت require identification لازم اعرفها لازم ان انا اخليها labeled or marked لازم احط لها يعني احط لها يا اما label يا اما marked بشكل ما يعني احط لها حاجة او يبقى هي شكلها نفسها بشكل معين او يبقى مثلا لونها بشكل معين بحيث ان اليوزر هي اده اتعرف علي الحاجة التانية الماركينجز دي لازم تبقى position علشان تبقى clearly associated with the correct equipment feature يعني ما ينفعش ان انا احط مثلا label بتاع حاجة معينة بعيدة عنها وما ينفعش مثلا ان انا احط label ده يبقى مثلا ممكن يبقى confused بين حاكتين مثلا هو في النص بين حاكتين ما ينفعش الكلام ده ولازم برضو ان ال label ده ما يبقاش obscured by hand positions or equipment components ما ينفعش ان انا احط label ويبقى label ده وانا بشغل الجهاز ما يبقاش شايفه يعني انا مثلا لما يكون عندي نب وعايز ان انا اشغلو او عايز ان انا اديرو بايداية مفروض ان انا ايداية لو هي على النب مفروض لو في حاجة تحت النب ده ما تبقاش زهرة كويس قوي فهيستحسن احط label بتاع النب زي كده دي بقى فوق شوي يبقى فوق النب بحيث ان انا وانا بشغل النب ده يبقى label بتاعه فوقيه وما يبقاش obscured بايداية لو كان عندي مثلا ال pro بتاع ال ultra sound ال pro بتاع ultra sound بيبقى ال connector بتاعه كبير فلو انا برضو بحط ال connector دوت مفروض احط label بتاع ال connector ده بحيث ان هو يبقى متشاف وال connector موجود يعني ال connector الكبير ده موجود ما يبقاش obscured بال connector بتاع ال probe دوت اللي هو يعني ممكن ان هو يغطي على جزء منه لو كان محضوط في مكان خطأ الحقيقة ال appropriate marking z can enhance the identification of both individual elements with their functional relationships هنكلم عن موضوع functional relationships بس احنا بنتكلم عن ان احنا مش بس اعرف الزرار ده بيعمل ايه لا انا اعرف ان في مجموعة زراير لها علاقة ببعض يعني في مجموعة من functions ممكن يبقى لها علاقة ببعض كده ممكن من ال appropriate markings اللي انا بحطها ان انا اعرف ان المجموعة دي مع بعض بحيث ان ال user في استعماله للجهاز دوت يبقى يربط الحاجات دي ببعضه يعني يبقى ال function relationship ده في دماغه واضح ويضا ان هو يسهل عليه استعمال الجهاز طبعا ال labels should be visible at typical viewing distances and angles لما كنا بنتكلم في الجزء بتاع ال human vision او human visual capabilities كنا بنتكلم على ان احنا في عندنا يعني standards معينة لviewing angles راحنا ممكن نحنا يعني نمانتين علشان يبقى الحاجة واضحة كنا بنتكلم ان احنا الviewing angles دي عشان تبقى مظبوطة كنا بنتكلم نعمل 22 او من 20 ل 22 minutes of arc بالنسبة لاي حاجة انا عايز اشوفها بشكل مريح والمينمم بيبقى 12 12 minutes of arc فباسيكلي انا دلوقتي لازم اكون عارف ال user بتاع الجهاز ده بيقعد على مسافة وعارف ان هو هيبص الجهاز ده يبقى الكاركتر اللي انا شايفه او ال label اللي انا حطه ده هيشوفه في viewing angles ومنتين viewing angles اللي تسمحلي ان انا قدر اشوفه بشكل واضح الكلام ده في غاية الهمية عشان مش منطق ان انا حط ال label يبقى صغير جدا ويبقى ال user اللي قاعد في المكان المناسب بتاع قدام الجهاز مايبقاش قادر ان هو يقرى ال label ده بشكل سليم من الحاجات المهمة برضو اللي اخدها في اعتبارنا ان احنا هنخلي ال label ده يبقى resistant to wear and tear ماينفعش ان انا يعني يبقى ال label بتاعي دوت يعني بعد شوية يعني يمحى من مكانه ويبقاش ظاهر ماينفعش يبقى فيه عندي label مخطوط على key معين وال label ده بعد شوية يمحى لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي keyboard ولكيبورد دي بعد شوية الزراير اللي موجود عليها اللي هي labeling بتاعي الزراير اللي هي الحروف اللي مكتوبة على الزراير دي اتمسحت هل هقدر استعملها بشكل سليم اكيد هيبقى عندي مشكلة ان انا استعمل keyboard بتاعي الجهاز معرفوش بقى حتى مالوش نفس standard يعني distribution او standard form بتاع الكيبورد العادية اكيد هيبقى اصعب لي كمان ان انا استعملوه لو ال label اتمسحت من عليه او حصلها damage بعد شوية من خلال مثلا عملات التنظيف مثلا او حاجات زي كده ممكن label يكون اتمسح او حاجة زي كده طبعا الكلام ده مش مفوض يكون كده في labels اللي في medical devices مهم جدا برضو نتحاشى ambiguous symbols codes terminology في الجزء بتاع coding ده او في جزء بتاع labeling يعني ما يفقاش حط symbol مثلا ما يبقاش حد عارفه ابا انا معلفه لا يسحسن استعمل حاجات تبقى standard symbols وفي standards هنتكلم عليها بعد شوية صغيرين فعلا بتتعرض الموضوع ده بحيث ان يبقى symbol اللي انا بحطه ده ما يبقاش فيه اي نوع من اوال ambiguity يعني لما بص عليه اعرف عطول ده بتاع كزا ما يبقاش فيه اي حاجة فيها شكل ده بتاع الحاجة الفرانية ما بقاش مثلا انا بص عليه يبقى عندي impression هو بيبقى لقب كزا واحد تاني يبص عليه يبقى عنده impression هو لقب حاجة تاني نفس الكلام بنسبة لل codes او terminology يعني اللي يستحسن استعمل حاجات تبقى الناس كلها عارفاها ما فيش داعي ان انا احط حاجة تبقى مختصرة بحيث ان انا ممكن برضو الاختصار ده ما يبقاش واضح بالنسبة للناس مهم جدا برضو ان انا design for eligibility يعني basicلي لازم ابص يعني eligibility معانا انا مش قادر ابص اشوف بس وخلاص لازم ابص واشوف وققرى كمان فققرى اقرى فنقطة ان انا لازم اعمل careful analysis ambient illumination in typical use environment لو فرضا انا عندي دلوقتي جهاز بتاعي ده ممكن اشتغل في وقت في نور النهار الصبح مثلا وبالليل بيبقى في artificial illumination بتاع ايه بتاع المستشفى لازم اتاكد ان الابلز بتاعتي دي legible في الحالتين في كل ال use environment عشان اتاكد ان هي فعلا هتبقى موجودة وما يبقاش فيها اي مشكلة بالنسبة ال user ان هو يلاقيها في اي use environment مهم جدا برضو ان احنا نحط الابلز بتاعتنا يعني كمكان وكترمينولوجي وككود لازم تبقى كلها consistent يعني لو بكلم مسلا على جهاز معين او نوع من الاجهزة معين يستحسن ان انا استعمل نفس ال placement بتاع الكود او نفس ال placement بتاع ال labels ونفس الترمينولوجي ونفس الكود اللي انا بستعملها في بقية الاجهزة في نفس الايه نفس المودالي تير او بتكلم ع ال ultra sound imaging ونفس الطريقة اللي بحط بها الكود او بحط بها ال placement بتاع ال labels تبقى موجودة في كل اجهزة ال ultrasound اوكي بحيث ان انا user بتاع ال technology دي او user بتاع الجهاز ده ما يلاقيش صعوبة ان هو يبص على الجهاز نفسه يعرف على طول الاجزاء بتاعته من خلال الكود او خلال اماكن ان هو متعاود يلاقي فيها ال labels فيها ال information بتاعت التشغيل مهم جدا برضو ان احنا الماركينجز ان انا بنجربها دي او الماركينجز ان انا بنحطها دي لازم تتجرب مع typical users يعني ما ينفعش ان انا يبقى فيها عندي مهندس مثلا والمهندس ده هو بيفكر في ال label ده هو شايف ان هو مناسب ويعتقد ان هو مناسب وخلاص ويحط وخلاص كده لا لازم ان انا بعد ما احط ال labels دي لازم اجيب typical population of users للجهاز اللي انا بعمله دوت واشوف اذا كان ال label المجتاعي ده واضح بالنسبة لهم زي ما هو واضح بالنسبة لل designer ولا لا طبعا بتكلم على ان ال users ممكن في الحالة الاجهزة التطبية ممكن يكونوا clinicians ممكن يكونوا caregivers يعني مثلا حاجة زي يعني اعضاء يعني هاي التمريض ممكن يكونوا مثلا مشرفين في مثلا بيوت بتاعت مسنين ناس يعني عامة بتهتم بال ايه بالمرضى عموما او مثلا ممكن يبقى الاسرة بتاعت المريض نفسها اللي هم مكوولين من الناس عاديين ما هماش clinicians ولا شغالين اصلا في تمريض فيعني لازم برضو يقدروا ان هم يفهموا labels معناها ايه او تبقى بالنسبة لهم مش شكلها يعني صعب ان هم يفهموا طبعا ال patients برضو بعض الاشياء البعض الاحيان بيبقى patient نفسه اللي بيشغل الجهاز لنفسه زي مثلا اجهزة ايهات السكر اجهزة ايهات الضغط بعض الحاجات اللي هي patient بيقدر استعملها لنفسه وطبعا maintenance personnel بيبقوا طبعا بطبيعة الحال ان هم technical بيبقوا فاهمينها اكتر من الناس تانية بس عامة برضو لازم ان احنا ناخدهم في اعتبارنا عشان ما يبقاش برضو شكل حاجة بنسبة لهم فيها اي حاجة لها علاقة بال confusion أو كده يعني طبعا ممكن ان احنا نجرب ال population بتاعتنا دي different ages يبقى فيه سن مختلفة يعني ناس سنهم صغير شباب وناس سنهم كبير شوية الناس ممكن يكون عندهم disability لو انا بتكلم على الجهاز هيشتغل على حد ممكن يبقى عنده some kind of disability بازم اخد في اعتباري disability دي عشان اتاكد ان هي مش بتعوق الفهم بتاع الماركينج دي او بتعوق الماركينج دي تبقى لها القيمة المفروض يعني يتوم بيها او اي حاجة تانية برضو ممكن تأثر على استعمال الجهاز او استعمال الماركينج الموجودة على الجهاز في فهم طريقة تشغيل الجهاز اشتغل الجهاز ان ترجمة نانسي قنقر